نسخة الكود ديفوار التي لم يخرج فيها المنتخب المغربي عن قاعدة المشاركات السابقة أقصي أمس من دور ثمن النهائي أمام منتخب جنوب إفريقيا لودع أسود الأطلس هذه النسخة لشهدات مفاجآت عديدة وتعد بتنافس كبير في دور الربع في عدد اليوم أرجع لنقش نقاط لسهمات في هذا الإقصاء وهل كان بالإمكان تفادي هذا الإقصاء منذ هذا الدور ونستشرف كذلك المستقبل بالنسبة للمنتخب الوطني والدروس المستخلصة من هذا المشاركة الحديث عن كل هذه المحاور أسعد مجددا منها أستضيف هنا في الستوديو الإطار الوطني يا صديق العزيز فؤاد صحابي فؤاد مرحبا بك نسأل خشي جلال تحيير يدي المشاهد الكرام يحضر معنا كذلك الزميلين بدر الدين الإدريسي وجمال سطيفي مرحبا مرحبا بك جلال مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات الكريمات مرحبا بالإطار الوطني فؤاد صحابي اللي ما شفناش منذ فترة ولكن يعود إلينا اليوم بقميصه الجميل بقميصه الإفواري صحيح والآن كود ديفوار أصبحت علامة مميزة عدنا لها الحياة ولغاية الأسف نسحب نحن من السباق وهذه الحياة لابد الإنسان أنه يقبل بمثل هذه الأشياء يوم لك ويوم عليك عدنا لها الحياة وساندها وساندها ما نظنش كان شي مغربي اليوم ما يستندش منتخب كود ديفوار بالنظر لك الاستقبال الرائع اللي يعني الشعب الإفواري استقبل به كل يعني مغربي وكل شعار وكل سيمبول ديال التمغربي مرحبا بك جلال مرحبا بك جلال مرحبا بددري إدريسي مرحبا بفؤاد الصحابي فرصة أيضا لنولد معه أفكارا جديدة ورؤية جيدة أيضا فيما يخص مشاركة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الأمم وخرجه المبكر مرة أخرى في نهائية كان جلال عندي أحد أسيراد أنا مشيت فيصلت لسات القوام جلقوا في السيماس جلقوا فيك دبرتين على هذه الكوات الله يخلف عليك الله يكسيك لا ولكن تظهر جميل البادل الله يكبر بيكا سيدي الله لك تظهر جميل تنحيدهم ونجيك يعني بسرعة أصدقائي بسرعة أقل من دقيقة الواحد مرت بالضبط قريبا 24 ساعة على هذا الانتكاسة شنو إحساسكم يعني بدون الدخول في الأمور التقنية اللي عمشي والهم يعني غيرك إحساس كمغربي وكعضو في العائلة الكوراوية الحقيقة شعرنا بوحد المرارة لأن الكل بعد نصف نهائية الكأس العالم كنا كنتظروا الأقل وصلوا شي فينا لكن كورات القدم لا تخلع المنطق قدمنا بعض لقاءات جيدة دعنا بعض الأخطاء اللي مهم كما قلناه هو أننا خسنا نستفدو من الأخطاء ونستعدو المستقبل لأن المستقبل ما زال طوي في كورات القدم وعدنا راعبين شبال اللي مازال يعودوا الكرة ويصلحوا ما يمكنوا إصلاحه في الدورات القادمة إن شاء الله مدردين نتقاسم المرارة بطبيعة لأنه مرارة مرارة الخروج من دور كان هناك المؤمل أن الفريق الوطني المغربي يمشي إلى أبعد من ذلك في توقعه وفي أيضا في اعتقاد الجازم على أنه كان بإمكان الفريق الوطني أن يداب إلى أبعد من هذه المحطة لما كان يملكه من مقومات بشرية وإيضا تقنية وأيضا لما يجر وراءه من طاريخ طويل وعريق وأيضا ما يجره من سمعة بعد كأسه العالمية ولكن أعتقد أن كأس إفريقي الأمم أجابتنا على ما كنا نقوله دائما أو أنها كرست الواقع الذي نتكلم عنه من أنها مصابقة مختلفة مصابقة مركبة مصابقة معقدة تحتاج إلى كثير من الجراء إلى كثير من القدرة على حسن التفاصيل والجزئية الدقيقة ولكن أنا مؤمن من أن هذه سقطة يجب أن نقوم منها سريعا لأنه ينتظرنا استنظرنا استحقاقات كبيرة قريا وعالميا لأننا نسأل لأننا منذ شهر مارس القادم سنكون إن شاء الله أعتبر من شهر مارس القادم سنكون على موعدين مع سينة في تصفية المؤهلة لكأس العالم وبعدها سندخلوا في إطار التحضير لنسخة 2025 كلالك حصة زمنية عشرة توانية لا لكلتي كل شي خليكم أنا أصدقائي سنعود لصديقنا جمال الشطيفي لكن بعد ترجمة نانسي قنقائي ترجمة نانسي قنقائي ترجمة نانسي قنقائي ترجمة نانسي قنقائي